اول ما تسمع ده يعني انت وعدد كبير من رؤساء الاحياء يعني رضبوا بشدة وواستشعروا ان ده بمثابة اتهام لهم او محاولة الايحاء بانه رئيس حي يبقى تحيط به الشبهات المختلفة يعني تحليل مخدرات لماذا؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم بنشرف ان احنا نكون مع سيادتك النهاردة ومع سيادتك النهاردة واختلاف الرأي لا يفسد للوضع القضية طبعا طبعا احنا حضرتك بنعرض وجهة نظر ووجهة نظر الاخرى نهاردة حضرتك انا الان امثل جهاز تنفيذي امثل دولة امثل محافظة يعني حاجات خلاص بقيت في موقع من الدول انما قبل كده قبل ما اخش قبل ما اكتسل الاقتبارات انا معرض ان انا اي حاجة تطلبها مني حضرتك انا اوافق عليها لان انا الشخص بغض النظر ان انا كنت اللي هو شرطة او ما الى ذلك انا مواطن جاي اتقدم لعمل من حقك ان انت تطلب اي اشتراطات انما انا النهاردة حضرتك بمثل دولة انت رئيس حي الهرم وبالتالي تمثل السلطة التنفيذية في واحد من اهم الاحياء في محافظة الجيزة يعني او في مصر عموما ام سايبين حد انه هو مش تحت الميكروسكوب في كل تصرفاته تب ليه خدتها لانها اهانة لا هي مش تحليل مخدراتي بقى اهانة هي مش اهانة يا فندم انا النهاردة حضرتك بقول ان انا عضوا في الدولة خلاص بقيت امثل شيء في الدولة مهما كان كبير ام صغير انما انا امثل الدولة انا النهاردة بعظم بلدي انا بحب بلدي انما انا ما عنديش اي مانع ان انا انا او غيري طالما احنا سلام وما عندناش اي مشاكل انما حضرتك طب علامات استفهام ده ما احنا عندنا جهات رقبية الوزارة عندها جهات والمحافظة عندها جهات انما ما فيش اي مانع انما حضرتك النهاردة ما تيجي تاخد حد في منصب معين وتقول له تعالى اعمل لك انا بسواق تك تك انا ما عنديش اي مانع تحليل مخدرات لو عليه شبهات لو هو هزيتيتد لو هو مش واسق بالنفسه لو قراراته غير صائبة لو قياداته شايفة انه هو لا يصلح فورا حضرتك النهاردة ما فيش حد يعني السياسة بقت مختلفة تماما توجهة السادة الرئيس توجهة السادة الرئيس الوزراء والدكتور هشام الشريف واللي هو كمال الدالي ما بيسيبوش حد مش انا انا بتكلم عموما اه يعني انت بتشوف انك هنا يعني تمثل دولة وبالتالي لما يجي حد يقول لك نعمل لهم تحليل مخدرات يبقى انت بتهنيش حتى دقي هنا المؤسسة الدولة وجهة عاصر